بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركية الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية شنطة الصفر في المنام هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة برؤية شنطة الصفر كمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة اولا رؤية شنطة الصفر بشكل عام في المنام من الرموز اللي بتبشر الرأي بتبديل في احواله للافضل كمان بشارة بخلاصه من مشاكل بخلاصه من متاعب كان بيمر بها كمان شنطة الصفر من الرموز اللي بتدل على قدوم سعادة في الفترة المقبلة لما يشوف الرأي ان شنطة الصفر دي فيها ملابس اولا رؤية شنطة الصفر كبيرة فيها ملابس جديدة وملابس نظيفة مترتبة كل دي من الرموز اللي بتدل على قدوم خير وخير كبير للرأي اما شنطة الملابس اللي فيها يعني ما يشوف شنطة الصفر فيها ملابس قديمة ملابس متسخة فللأسف من الرموز اللي بتدل على متاعب هيمر بيها الرأي في الفترة المقبلة لما يشوف الشخص او يشوف الرجل انه معاه شنطة صفر كبيرة فده بتكون بشارة ليه بقدوم رزق وبقدوم رزق كبير كمان ممكن الرزق ده يكون هيحصل عليه في فترة قسيرة كمان الشخص لما يشوف او الرابط لما يشوف انه هو بيشتري شنطة صفر كبيرة وبيجهزها كل دي من الرأي اللي بتدل على تبديل في احواله في الفترة المقبلة كمان من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى رزق وفير المرأة الحامل كمان لما تشوف شنطة الصفر لما تشوف انه فيه حد بيهديها بشنطة صفر فمن الرموز برضو اللي بتدل على قدوم خير لها كمان بيكون بشارة بتبديل احوالها لو كانت هي بتمر بحالة صحية صعبة خلال فترة الحمل فمن الرأة اللي بتدل على انتهاءها اما لما تشوف ان شنطة الصفر دي قديمة او فيها ملابس قديمة فللأسف بتدل على متاعب هتقابلها خلال فترة الحمل او في الولادة شنطة الصفر كمان من الرموز اللي بتبشر الشخص بفرصة صفر لو كان هو بيسعى لصفر كمان لما يشوف الشخص انه بيمتلك حقيبة الصفر ملونة بألوان شكلها حلو فمن الرأة اللي بتدل على حص سعيد حمل شنطة صفر في المنام من الرموز اللي بتدل على الارتباط وعلى الخطوبة القريبة اما رؤية سرقة شنطة الصفر من الرموز اللي بتدل للأسف على فقدان الرأي ليه كتير او شيء مهم في حياته او فقدانه فرصة كانت سمينة في حياته حقيبة الصفر كمان من الرموز اللي احيان بتدل على أسرار للرأي كمان حقيبة الصفر كمان حقيبة الصفر برضو من الرموز اللي لما يشوف الشخص ان الحقيبة فيها ملابس جميلة فمن الرموز اللي بتدل على مال حلال لما يشوف انها فيها طعام فمن الرموز اللي برضو بتدل على قدوم رزق كمان الحقيبة احيانا من الرموز اللي بتدل على أسرار للرأي لما يشوف الشخص انه معاه حقيبة جديدة وشكلها حلو فيكون بشارة بالنجاح بالتفوق كمان بتحقيق أحلام للرأي الفتاة العزباء لما تشوف انها معاه حقيبة الصفر أو بتحضر حقيبة الصفر فمن الرأي اللي بتبشرها بكدوم خير بكدوم رزق كمان بشارة بخاطب بشارة بتغييرات في حياتها وتبديل في أحوالها للأفضل أما لما تشوف انها بتحمل شنطة صفر وتشوف انها بتحملها وتشوف انها تقيلة قوي فمن الرأي اللي بتدل على مسئولية كبيرة هي هتتحملها أو أعباء أو موم هي بتمر بها كمان شنطة الصفر اللي لونها أبيض في المنام بيكون بشارة لها برزق وبرزق حلال هي هتحصل عليه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف حقيبة الصفر فمن الرأة برضو اللي بتدل على لما تشوف انها تقيلة ومش قادرة تشلها فدي متاعب أو هموم أما لما تشوف شنطة صفر شكلها حلو كمان فيها ملابس نضيفة وملابس مترتبة كل دي من الرأة اللي بتدل على أخبار سعيدة كمان على خلاص من هموم أو خلاص من مشاكل كمان حقيبة الصفر برضو الجديدة في المنام بشكل عام من الرموز اللي بتدل على قدوم أحداث مفرحة للرأي حقيبة الصفر الجديدة برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم الشخص أو حصوله على فرصة وفرصة مهمة في حياته ممكن تكون الفرصة دي خاصة بعمل أو بصفر أو بقدوم مال شراء الحقيبة الجديدة ويشوف رأي أنه فخمة وأن شكلها حلو فمن الرموز برضو لو كانت مرأة متزوجة فمن الرأة اللي بتدل على حملها في القريب كمان من الرموز لو كان الشخص مقدم على عمل تجاري أو مقبل على أنه هو يعمل مشروع مثلا فأشاف أنه بيشتري شنطة جديدة وشكلها حلو فده نجاح للمشروع وتحقيق يمكن أحلام وتحقيق أمنيات أحيانا برضو حمل الشنطة الجديدة حين بتدل على سفر لو كان الرأي بياس على سفر فمن الرأة اللي بتدل على سفر والسفر ده هيعود بمنفع على الرأي وهيعود عليه بأموال وبمكاسب الحقيبة الويضة بشكل عام في المنام زي ما قلنا بشارة بخير بشارة برزق كمان لو كانت مرأة حامل فبيكون بشارة لها بولادة سهلة وكمان بولادة ميسرة الحقيبة الزرقة في المنام من الرموز اللي أحيانا بتدل على رزق ممكن يحصل عليه الرأي كمان الحقيبة لما يشوف الشخص أنه بيحملها بسهولة وشكلها حلو جديدة في من الرأة اللي بتدل على الفرج وعلى زوال الهم ده كده باختصار أهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية حقيبة السفر في المنام اتكلمنا عنها بشكل عام وعركنا إمتها بتكون محمودة وإمتها بتكون غير محمودة متمنى إن يكون اللي فيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبولي تحت وأنا إن شاء الله هردت لكم بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد والسلام اشتركوا في القناة